مصر الخير مونير عجم هالفيديو حيكون تكملة للفيديو السابق اللي تكلمنا فيه عن شو هندي مكونات كلفة المشروع أي تقدير لكلفة المشروع اللي عز ما يكون في تفاصيل محددة بهالفيديو اللي نحن نركز أكتر على كيف ممكن نقدر كلفة المشروع بطريقة جيدة وقدرين نعتمد عليها بإدارة المشروع نركز أحيان على شغلي اسمه الانجينز وبروجيك مانجمت اللي هني تركيزا على موضوع البروسس والتولز والبيبول يعني موضوع العمليات موضوع الأفراد والكوادر موضوع التولز اللي ممكن تستخدمها مثل ممكن الأدوات يعني مثل سبراتشيت والسافتوير ممكن يكون موجود عملينه من داخل الشركة أما ممكن يكون في بعض الحالات ببعض أنواع الشركات ولا أنواع الصناعات ممكن يكون في سافتوير قدري نشريم السوق لساعدنا لتقدير كلفة مشاريعنا بهالفيديو حنركز على تقدير كلفة المشروع النهائية اللي هي ممكن تكون لتستخدم لتقديم عند تقديم المشروع لإدارة للإدارة العليا يعني للموافقة على المشروع النهائية يعني هذا الأس ستكون الأساس للموافقة على المشروع النهائية مع طلب الموافقة على المشروع النهائية لكي تعتمد إذا تم الموافقة عليها بيصير الاعتماد عليها أنه تعتمد كميزانية المشروع وبالطبع عند اعتمادها كميزانية المشروع عند بداية التنفيذ المشروع حتكون هذه هي الميزانية اللي حنستخدمها لتحكم بأداء المشروع بعد الموافقة عليه. طيب هل قسمت تكون دقيقة شو لازم يكون مطلوب منا مثل ما قلنا لازم بحاجة نحن لتولز ممكن نستخدمها إذا ما في شيء إذا مشاريع اللي عندنا بالمؤسسة ما كتير معاقدين ممكن إكسل شيء تكون كافي أما بحاجة نحن لصفتوير طول يكون أكتر روباسمة ما بيقولوا أكتر دقة ليساعدنا بعملياتنا. هالي كطول. كبيبول أكيد نحن كمان بحاجة ليكون الكوادر البشرية عندنا أنه عندهم الخبرة الكافية بالأنواع الأسمة اللي حتكون موجودة على المشروع وأنه هالأسمة حتكون تلعمل بناء على طرق اللي مسميها باطم أب يعني تقريبا تقدير كلفة المشروع حسب رزم العمل يعني Work Packages يعني بالتفصيل. هون التركيز بالنقطة النهائية هي الـ Processes. هون الـ Processes هن شوي نتبسع فيها. المقصود فيها هي هن نرجع دائما لموضوع دائما عم نحكي فيه بالفيديوهات. وهو موضوع نظام إدارة المشاريع المؤسساتي. نحن اليوم تنقدر نشتغل على كلفة مشروع بطريقة دقيقة نحن بحاجة لنظام عمل مؤسساتي بتتضمن نظام تقدير الكلفة. يعني من نظام إدارة المشاريع اللي ممكن يكون في شعرية العلاقة بإدارة الجودة، إدارة الزمن، إدارة نطاق المشروع، إدارة المخاطر والفرص، إدارة الموارد البشرية. كل هالأمور هاي دي منظمنا حيكون أكيد لازم يكون عندنا نحن بنظام إدارة المشاريع بالمؤسسة نظام لتقدير كلفة المشروع بصورة دقيقة حسب حاجة المشروع. وحسب بطبع نوع المؤسسة اللي عم نشتغل من ضمنها. لما نحكي على براسس هون والأما الورجانيزيشن السيستم للأستيمياتين، معنا نحن بحاجة للعمليات، البروسيسز والبروسيجر والجايدلين والتامبلت. بس الأهم من الموضوع كله هيدا لازم يكون عندنا، كله هيدا جيد إذا حالنا إياه، بس إذا شغل نقصتنا مثل الموضوع المعلومات المشاريع السابقة، أما البنك المعلومات عن المشاريع السابقة، الكوربينت نالج بيز، إذا هسيه مش موجود، وما عنا أسعار لمشاريع سابقة، مش بس كلفة المشروع بشكل عام، تكلفات تفصيلية لمكونات المشروع، من مثلا إذا مشروعنا نحنا عم بكون إنشائة عمار بنيات، نحنا بحاجة لكلفة الأساسات، لكلفة السجاد، لكلفة الدهان، لكلفة الالكترقال سيستم، لكل المواد اللي ممكن تستخدم والعمال بحاجة لألها، يعني نحنا لدينا فكرة دقيقة بالتفصيل عن كل هالأمور هيدا، عن هالكل أمور هيدا الموجودة، بطبع حسب نوع المشروع، إذا ما عنا هالمعلومات، مع إذا نحنا بنهاية عم بيسوق ونغمض عيونه، يعني عميين ما عنا قدرة نقدر نشوف، نحنا مش قدرين نكون بتقدير الكلفة، إذا ما عنا معلومات، وما قدرنا احتفظنا معلومات سابقة، شو سيصير، اللي سيصير أنه هنضطر نعتمد أنه نقدم المعلومات للمشروع، مواصفات المشروع، والنطاق المشروع، وهذه الأمور، هنقدمه لمقاولين والاستشاريين، ونطلب منهم يعطونا تسعيرها، وعلى أساسها بنبني ميزانياتنا، وهذا الشيء أوكي لا بأس فيه، بس مش هيدا هو الصح، أما الأصح خلينا نقول، يفضل ده أكيد نحنا يكون عنا ميزانيتنا مبنية على معلوماتنا، خاصة يعني ما في حجة، نفكير إحيان شركات يقول ما عنا معلومات وما عنا داتا بيز وما عنا هيصيروك الداة، طب يا أخي ليه؟ يعني إذا أنتم شركة جديدة، أول مرة عم تشتغلوا بدين طاق العمل هيدا، اللي كان هو وابسايت ديفولوبمنت ولا بلدنج نيكلير باور بلانت، إذا أول مرة، ممتاز ماشي الحال، نحنا قدرين نتقبل أنه ما عنا نكون هيصيروك الداة، بس إذا أنتم كشركة عم تشتغلوا، وصاركم سنة وعشر سنين وخمسة عشر سنة، ويمكن عشرين سنة، وما عنا نكون معلمات دقيقة عن مشاريع سابقة، وما عنا نكون تفاصيل، طيب، شو العمل؟ العمل أنه نقللكم صباحة على خير، ما في حل، صباحة على خير